ماذا يفعل حزب الله؟ هل يريد أن يجلب الخراب الكامل والناجز للبنان؟ السؤالان قد يبدوان للوهلة الأولى وكأنهما بمثابة مضبطة اتهام مسبقة للحزب الأصفر لكن كل تصرفات الحزب تؤكد مرة بعد مرة أنه ينفذ أجندة واضحة وصريحة عنوانها ضرب علاقات لبنان في المحيط العربي عموما ومع دول الخليج خصوصا تمهيدا لرمي لبنان نهائيا في حضن إيران وجمهورية الملاني الدليل الأخير على ما نقول اللقاء الذي ينظمه الحزب غدا الأربعاء في بيروت بعنوان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية والذي سيتحول سوق عقاض لتوجيه الاتهامات في كل الاتجاهات خصوصا إلى المملكة العربية السعودية فهل الدولة اللبنانية على علم بهذا اللقاء؟ هل تعرف أن لبنان يتحول عبر أداء حزب الله وتصرفاته إلى منصة عداء ضد أشقائه العرب والخليجيين؟ إذا كانت تدري فتلك مصيبة وإذا كانت لا تدري فالمصيبة أعظم على أي حال الموضوع وبدءا من الليلة أصبح في عهدة ثلاثة مرجعيات رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير الداخلية فهل سيتحركون قبل فوات الأوان؟ أم أن سطوة الدولة ستكون أقوى هذه المرة أيضا من هيبة الدولة؟ وفصيل الحرس الثوري الإيراني سيكون أقوى من المؤسسات الأمنية اللبنانية؟ الأرجح أن المسؤولين الثلاثة سيسقطون استسلاما ربما سيطلقون مواقف كلامية لكنها لا تفيد في شيء وهي فقط للاستهلاك الإعلامي فالمسؤول الحقيقي يقوم بأفعال ولا يكتفي بأقوال ثم أن اللقاء ينظم ليس في عمق الضاحية بل في ما يعرف بحي الأمريكان أي بمحاذاة طريق العبدة وتحديدا بمحاذاة طريق القصر الجمهوري وهو الرمز الأول للشرعية اللبنانية ألا يشكل هذا الأمر دليلا آخر على أن لا شرعية حزب الله لا تبالي بالشرعية اللبنانية بدءا برئيس الجمهورية فهنيئا لنا بحزب إيراني إيراني التمويل والهوى والتوجه صار أقوى من مسؤولين لبنانيين رسميين يمكن اختصارهم بثلاث صفات الخنوع والخضوع والاستسلام اشتركوا في القناة